حياكم الله مشاهدين الكرام متابعي قناة الأيام الفضائية وحلقة جديدة من برنامج الوسم أنا كرار حباب فاصل قصير وفقرة فيس توفيس خليكم ويانا لحد يروح بعيد أهلا بكم مجددا مشاهدين الكرام في فقرة فيس توفيس حيث الأخبار والمواضيع والأحداث والترندات المحلية والعربية والعالمية اللي دائما ما تكون موجودة في برنامجنا برنامج الوسم أولى مواضعنا وأحداثنا في هذه الفقرة وهو موضوع مهم جدا حصل بالفترة السابقة على عدد كبير من المعرفة ما سميها التفاعلات والاستنكارات وموجة كبيرة تلقاها هذا الموضوع لا هو موضوع حرق القرآن الكريم من قبل أحد التوافه في دولة السويد اللي هو شخص تافه لاجئ عراقي ما يحمل أي رمزية من رمزيات الإسلام ولا البشرية ولا الإنسانية أبدا ما يتحلى بأي صفة شفنا أكو دول استنكارات وأكو حكومات وأكو هواي من الأمور صارت تظاهرات صارت أمام السفارة السويدية في بغداد وغيرها من المواضيع ولكن في كل مرة تصير حالة بالمجتمع تصير أكو استنكارات من قبل مجموعة من الناس سواء رياضيين فنانين سياسيين مهندسين طب وغيرها غيرها كثير من الأمور هالمرة ما شفنا بالمجتمع خصوصا المجتمع العراقي إلا فئة هي اللي كانت تستنكر بشدة هي فئة الرياضيين طبعا بعيدا عن التظاهرات والوقفات الاحتجاجية أنا أقصد عن فئات المجتمع اللي إذا أقارن هسا الرياضيين بالفنانين أو بالذول البلوغارز ما أدريش يسمونهم ذول الطاشين بالسوشال ميديا إذا أجي أقارن يعني اللي عندهم متابعين الكفة تميل يعني بشكل كبير جدا فصارت موجة كبيرة من نصرة القرآن الكريم بدأت من مباراة لكرة القدم في الدور العراقي الممتاز ما بين نادية الشرطة والقاسم بدأت من هنا خلين شوفكم الصور ونستعرض على حضراتكم كيف بدت وكيف انتهت أو لا تزال يعني هي ما انتهت بدأت أول نزول الطاقم التحكيم كل منهم يحمل القرآن الكريم بدأت بهي شيء منظر بعدها في تشكيلة الفريقين ناد القاسم رفع المصحف وانطوا الكلام الحماسي اللي دائما ما بكل مجموعة وبكل فريق يسركوا كلام للتشجيع للأسرار وانطوا من هاي الأمور فداما ما يرفعون ديهم ويقرون يا أما آية قرآنية أو اللهم صلى على محمد وعلي محمد كمثل هي شيء شغلات الآن هم يعني رفعوا كتاب كتاب الله هذا اللي صار بمباراة الدور العراقي الممتاز لكرة القدم بعدها ماكو مكان بالسوشال ميديا ولا بجمهور ولا بفريق شعبي ولا ولا ما رفع المصحف مثل ما تشوفون مشجعين في مباراة لكرة قدم في دور الشباب رفعوا المصحف بطولة الفرق الشعبية بطولة كأس الطار للفرق الشعبية أيضا رفعوا المصحف واستنكروا وأدانوا هذا الموضوع اللي مثل ما تشوفون صار يعني قضية رأي عام كذلك الحال فريق شعبي آخر رفعوا القرآن يعني صارت حملة بالسوشال ميديا ماكو فريق يلعب مباراة كرة قدم إذا ما يرفع المصحف ماكو عسى كل الفرق وبكل المحافظات عسى عدك الفتيان الرياضي هذا فريق الفتيان بكل المحافظات بصرة ناصرية بغداد سماوة ديوانية حلة نجف كرب بكل المحافظات كذلك الحال فريق آخر أيضا يعني الصور هي صور أبلغ من أي كلام ممكن واحد يحتي قدامكم أنا أتسائل أقول ليش بس الفئة فئة الرياضيين هي دائما ما تكون سباقة تذكرون في أيام كورونا كان الحضور ومدرشين وهذا فئة الرياضيين كانت هي اللي تطلع وتطلوا مساعدات طبعا بعيدا عن قوات الأمنية والجيش الأبيض بعيدا عنهم دول الله يكونوا بعونهم يعني كانوا واجبهم هم أدوه بالشكل الأمثل وزيادة بس الإنسانية اللي عد المجتمع من التكافل الاجتماعي هم شفنا فقط الرياضيين وزعون يلمون فلوس يشترون سلات غذائية ويرحمون ينطوها للناس الفقرة ما شفنا ذول المشاهير والطاشين والبلوغرات مدرش يسمونهم ما شفناهم هم أساسهم هاوي فلذلك يعني لا عتب يعني لا عتب بس بس أنا أعتب على الملايين اللي شاهدوهم نفس الوقت أيضا صورة من شباب نادي القوة الجوية هذه الصورة لشباب نادي القوة الجوية هذه صور من كل المحافظات ومن كل المناطق مثل ما تشوفون ماكو فريق عنده مباراة ما رفع المصحف ردا على هذا التافه سلوان بالمناسبة اللي هو صفحته شخصية وقفت ووقفها الفيسبوك أيضا السيد على السستاني المرجع الأعلى في العراق مرجعنا أدعان هذا الشيء طالب الأمم المتحدة لعدم تكرار مثل هكذا أمور وأيضا محاسبة السويد اللي سمحت لمثل هكذا شخص أنه يسيء إلى كتاب هو اللي يحتوي هذا الكتاب اللي ما يحتوي أو ما موجود بهذا الكتاب هو كلام رب العالمين الإنسان اللي أسلم على أيدي النبي محمد والأنبياء الباقين بكلام نزل من رب العالمين نحن ماشيين بهذا الكلام دستورنا هذا الكلام قوانيننا منبثقة من هذا الكلام آدابنا تقاليدنا حرامنا حلالنا كل منبثق من هذا الكلام القرآن الكريم يجيك شخص تافه أجلكم الله قذر مثل هذا الشخص لا وأنا متاني هس شاء الله هو دائما شي يقول 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 أنا كل أسبوع راح أحرق علم وقرآن وهذا خاف أنا منتظر السويد هم راح تطي بعد موافقات وتجي تحميه وعلم ودي يحرق ويسوي خلي نشوف طبعا الحملة اللي صارت حملة كبيرة مو فقط من العراق من كل الدول العالم روسيا تركيا سعودية مغرب عراق لبناء كل كل دول العالم مزيين حتى أمريكا قلت لكم أمريكا البلد اللا إنسانية مزيين هذول اللي نهبون خيارات البلدان همين استنكر أو ما نطل وغيرها وغيرها من الدول صورة أخوة أخرى أيضا من حملة نصرة كتاب الله القرآن الكريم أيضا فريق النجف فريق النجف شباب دولة شباب النجف أيضا صورة أخرى أيضا هذا هو اللي صار عندنا بالعراق في مواقع التواصل الاجتماعي في غضون يومين على ما أعتقد أسعد يقول الإشراف الأشراف في بلدي خطوة مباركة أسهر يقول نفتخر بعراقنا أما مصطفى يقول اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا أما مرتضى يقول خلي نكون إيد وحدة وأخ يسأل على أخوه وجار يحافظ على جارة وخلي يصير بياناتنا رحمة والغني يدق باب الفقير الله وكيلك حتى أمريكا وسلاحه ونفوذها ما تقدر لنا طبعا هو كلاما منبثق من الحملة اللي شاف إنه كنا سوينا هذا الشيء كل الطواف والأديان إلا فقط طائفة وملت ودين هذا التافح سلوان اللي هو لا ينتمي لطائفة هو ملحد هو كافر ملحد فئة الملحدين دولة أنا أتمنى يعني ما أعرف أنا بس أنا ما أشجع على الإساءة أو شيء لهم بس أنا أريد أن أقول شغلة هاي الفئة ما للملحدين يعني من شنو يعني على شنو أفكارهم انبنت على شنو أفكارهم انبنت يعني شقروا يا كتاب وصاروا هيش شيء شمشوا وياه مجموعة وصاروا هيش شيء ما أعرف ملحدين ومدر منه ومدر منه ويسار وشيوح عمي دين رب العالمين علينا أنه نؤمن برب واحد هو رب العالمين الإسلام هذا الدين الإسلامي عمي نعمة نعمة الإسلام نعمة الإسلام بشغلات ما موجودة ما موجودة بباقي المجتمعات مرات نشوف حالقة نقول الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة الإسلام الإسلام منعنا من هواي أمور منعنا حتى كل تفاصيل الحياة السية بعد هذا طبعا تشان آخر تعليق بخصوص هذا الموضوع اللي هو موضوع مثل ما شرحت لكم إياه هو الحملة اللي صارت في مواقع التواصل الاجتماعي ورفع القرآن الكريم في مباريات كرة القدم سواء في الدور المحلي أو في الفرق الشعبية وأيضا الشباب والناشئين وغيرها موضوعنا الثاني في هذه الفقرة موضوع مهم جدا وهو أيضا الترند في مواقع التواصل الاجتماعي اللي هو موضوع الثروة السمكية اللي جاي تشاهدون أمامكم نفوق عدد كبير من الأسماك في ميسان في العمارة العمارة المعروفة بالسمك البني مدرش اسمه والقطان وهذا الكاريبي ما عرفش اسمه يعني أنواع أنواع هذا السمك الطيب اللي ما موجود منه بكل بلدان العالم تعرفون العمارة يعني بعد أهوار وماشاء الله بالعمارة أكون فوق حاليا بعدد كبير يوصل إلى مئات أو ملايين يعني ما عرف الأسماك تعرفون أن التوثروة السمكية هي عامل مهم جدا في البلد أكو هواي ناس تعتمد مصدر رزقها على السمك أكو هواي ناس تأكل يومية سمك أكو هواي يعني ثروة ثروة هي من اسمها ثروة سمكية مرصد بي يقول نفوق ملايين الأسماك في ميسان بسبب قلة المياه والسلطات تارك القضية لحلول السماء هنانا إحنا لازم نقول شغلة تركيا ساد المياه علينا دجلو الفرات راح يجفن أو أيضا الأهوار شبه تلاشت ولكن هو الحل بدينا يعني الحل بدينا أنه إحنا ما قدرنا نسوي سدود صارنا سنوات وسنوات ما قدرنا نسوي سدود ما قدرنا ننظم المي ونخزن المي بشكل أفضل يا ناس ترى احنا مقبلين على كارثة وهايا لازم كنا نتحمل كنا لازم نشارك بحماية هذا الموضوع أو هذه المياه اللي بقت كنا لازم نشارك كلنا أقصد الإسراف تبذير الفاتح الصند 24 ساعة على الرصيف لو يرش بالحديقة الوين ما إجا يوميا يخسل سيارته والمي هاي مسؤوليتنا كنا المعامل والمصانع اشقد تاخذ من المي وبدون حسيب ورقيب هاي كلها مسؤوليتنا احنا ولازم احنا واحد يساعد الثاني خصوص هذا الموضوع بيت بيت عائلة عائلة منطقة منطقة محافظة محافظة هكذا هكذا تكون خلينا شوفوا الموضوع التفاصيل من المحلات ومحد حاس بالكارثة اللي جاية بالطريق أما أحمد يقول شيء محزن جدا عانى الله أهلنا في جنوبنا الحبيب والعراقيين عامة اللهم انزل رحمتك وولنا خيار أمورنا أبو عمر يقول صح أكو قلة مياه صح أكو قلة مياه لكن سبب نفوق الأسماك بهيش أعداد سبب السم السم هنا نحن لازم نفكر ليش السم السم السبب فيه نفوق هذا العدد الكبير من الأسماك ما أعرف يعني من المسؤول عن هذا الموضوع منه إلى الغاية أو المنفعة من أنه يسمم الأسماك والثروة السمكية منه لازم نعرف إحنا منه أنا بالنسبة لي أقول أنه ممكن المياه أحيانا تكون مالحة ممكن المياه أحيانا تكون قليلة بس سم والله هذا تعليق يدعو إلى البحث دعوة إلى وزارة الموارد المائية للبحث في هذا الموضوع نفوق الأسماك هل هو كان بسبب في ميسان في الأعمارة هل هو كان بسبب قلة المياه واللي ما عدكم حلول إلها لو بسبب السم اللي وضع نعم لازم نعرف إحنا يا أخوان لازم نعرف أتمنى أنه يكون أكو مراقبة لهذا الموضوع محمد يقول كلنا مسؤولين عن اللي دا يصير بطريقة أو أخرى نعم كلنا مسؤولين أتفق وياك كلنا مسؤولين عن اللي جاي يصير حاليا أتفق جدا وياك هذا كان آخر تعليق في آخر موضوع في فقرة فيس توفيس مشاهدين الكرام فاصل قصير وفقرة التريند تيوب خليكم ويانا لحد يروح بعيد أهلا وسهلا بكم مجددا لمشاهدين الكرام في فقرة التريند تيوب حيث الفيديوهات والمقاطع اللي تنتشر بصورة كبيرة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي تشار فيديو من أحدى المحافظات عركة بوسط سوق بوسط منطقة والضحية اللي راح بيها شخص ما إلى علاقة لا من قريب ولا من بعيد خلينا نشوف الفيديو شنو اللي صار معرفة أتمنى تعيدنا يا مخرجنا شوي شوي بالبطي خلينا نشوف شنو اللي صار يعني ونسولف هاي صارت العركة جرم طلق راح بيها هذا المسكين الفقير ما عرف يعني شنو لا تعرف العركة على شنو لا تعرف هاك هذا مدري يضرب بقامة مدرب شنو هاك ما دري يعني عبالك إحنا عايشين بغابة يعني عبالك آه شوف هذا المسكين شنو ذنبه شنو دخله ليش انقتل بسبب عركة بما بين اثنين أو ثلاثة أو مجموعة هذا المسكين شنو ذنبه اللي اقترفه شنو لازم واحد يفهم هذا شنو ذنبه يا أخوان احنا اليوم ترى نقول الروح عزيزة خسارة البشر عم صعبة ايه مو يوميا نشوف يتي مناظر مو يوميا نشوف يتي عركات يتي مشاكل هاك هاك شوف غابة 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 كل من إلي كل من يريد يتعارك زين وبالمناسبة هذا الشخص انضرب بمسدس مسدس يعني يجى سحب عليه المسدس وراح قتله هاك دمه ساحه وبلقاعه وذول اطبقه يتعاركونوا هادي طبيعي لحد شاله لحد ودى لحد جابه هادي طبيعي مش الموضوع وكأنه شيء لم يكن ضربه بالطلق رادي يضرب ذوله رادي يضرب ذوله فينين الراحة وضرب هذا المسكين هي بمن توقع توقع بالفقير ما توقع بغير واحد اللهي ما عرف يعني الى متى نبقى بهذه الشغلات ما عرف خلنشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو اللي انتشر ايضا بصورة كبيرة جدا عصامي يقول هذا اللي قتل شيء يقول الرب ويقولكم هو القتل لعبه هذا انسان عنده ام واب وزوجة واطفال منتظرين يرجع للبيت ويشوفهم ويشوفوه ويعينهم على الحياة ويعينوه الله اكبر على هالبلد وجاء يصير بيه والله يا اخوي صديق الله اكبر مصطفى يقول بالتوفيق ان شاء الله والنجاح الدائم هو مصطفى يعني يبارك لهم يعني على الشسم اللي صار يعني يبارك لهم على العركة يعني مو على الميت العركة يبارك لهم ابو ايمن يقول اصبحنا نسمع ونشاهد جرائم مروح خرقت العادة الانسانية ولم يصدقها العقل البشري طبعا يا يصدقها منه يصدقها ما ادري علي يقول مسكين كان قاعد بامان الله اجد تتاهيه انا لله وانا اليه راجعون عباسي يقول عم هذا استهتار صار شو الكتل صار بالشارع شنو دور الحكومة لو ما تدخل بهيشي امور لا حبيبا كنت تدخل الحكومة ماذا اخر تعليقه بخصوص هذا الفيديو اللي ايضا انتشر بصورة كبيرة جدا عندما تكون قريب من مكان معين حاجتك قد تكون بهذا المكان تكون انت سعيد الحظ مثلا اذا بنشرت سيارتك امام محل البنشرشي انت احنا راح تكون سعيد الحظ امامه مثلا اذا خلصت سيارتك بانزين وانت امام المحطة انت راح تكون سعيد الحظ ايضا وعندما تتشاجر في الطوارئ فانت ايضا سعيد الحظ لا تحتاج الى اسعاف ولا تحتاج الى واحد يشيلك مباشرة من العركة بالطوارئ للسدية هكذا حصل طبعا الجماعة بالكونترول يقولوا لي عيد غير تجيبنا شغلة بها حظ وهذا الموجود هذا ما موجود في اراقنا الحبيب هذا ما موجود في مستشفى الشوملي في الحلة في بابل هاي في مستشفى الشوملي في الحلة بابل بس هما انا قلت لكم هما سعيدين الحظ لو انا بتطوارئ اتعاركو يعني ابو خلاص بصفوة سدية مثل اللي بسيارة تبنشر بصفوة البنشر اضرب مننا انا مع السدية مننا طبيعي جدا دولا محظوظين دولا عباركو كلهم على هذا الحظ ولا تتعارك بالطوارئ ولاك العالم منها خلق مو العالم ميتة ومرضة وتعبانين وانت جاي تتعارك بالطوارئ هاك شو صار وصار دافع وهذا دجداشت وحاطها هنا شون السالفة عمي شون السالفة ما ادري عمي العراقي الراد لهيشي غربة له هذا الغربية المدرشة هيشي الراد للعراق زين بطوارئ زين ادري انت اكيد جاي عندك مريض او انت مريض مو العالم همينة ادى مرضة انت ما تخاف على مريضك مريض الناس شون السالفة شون السالفة شون السالفة شون السالفة وحاطها هنا ويركض برا ولك شنو ولك كونانا عنده سلطة اجيبكم واحد واحد ادتوا تتعاركتوا بهاي الطوارئ اعلككم قدامي ودقر اجليات وين اليوجع والله العظيم يا اخي والله منظر ما ادري انا ما ادري غلنشوف التعليقات غلنشوف التعليقات حول هذا الفيديو ماذا قالوا السادة المشاهدين يقول علي خوش من واستقرار الله يكون بعون الكادر الطبي مع فقدان الامن اما ياسين يقول هذا العيد خبل العالم يمكن ما متعودين على العيد اخوة مو العيد مو خبل العالم احنا احنا اللي خبلنا العيد وخبلنا رمضان وخبلنا محرام وخبلنا يا شهر يجي بالسنة احنا خبلناه احنا خليلي يقول افضل مكان للعركات بالطوارئ حتى ينجرح منا يحطوا عسة ديه يعالجوا بسرعة لا سيار تسعاف ولا تكسي استمروا جيد جدا الحمد لله وشكرا لك الحال كرار جاسم ولكن ليس كرار جاسم اللاعب العراقي الشهير لاعب المنتخب الوطني سابقا وانما كرار جاسم اخر يحمل العلم العراقي ايضا والفانيلة ام الياخ يقول ليش دائما تصوير كاميرات الدوائر صورتها عاوية شنو قصدك يعني ليش صورتها عاوية بس هو صدق ليش دائما تصوير كاميرات الدوائر صورتها عاوية لانها يا عزيزي تشترى بسعر قليل بنوعية رديئة وتكتب في الكتاب يعني الرايح الصادر ومدرشون يذني بسعر غالي فلذلك يعني هذا الفرق السعر يردون ياخدوه ابراهيم يقول هس يقولون الشرطة وين يرادو يا كل دكتور شرطي حماية ايه والله لا مو يا كل دكتور يرادو يا كل مواطن شرطي حماية حتى ما يتعاركو المواطن الثاني احنا 40 مليون يرادونا 40 مليون شرطي هذا اللي اليوم الشرطة وين هذا شون اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي شفناه من مستشفى الشوملي في الحلة اركب الطوارئ الفيديو اللي بعده عندما تذهب مع اصدقائك سفرة الى اربيل وتجد احيانا الشقة المزاح الضحك الى اصدقائي سركل شي بيناتهم اغرب موقف التقطة كاميرات المراقبة في اربيل سيارة بيها خمسة اصدقائي شباب انا ما احتي لكم لا خلي نشوف اللي صار افضل بهواي يعني ما ادريش اقول يدامكم نزلو مدري يعني اصدقائهم ما ما اعرف الظاهر ما كانوا بالسيارة الشاقون هنا واحد ضل يتدد على الاخ الذي يربوه لك مدري شنو راحوا هذا رجع السايق اللي كان يسوق هذا صعد السايق اللي كان يسوق نزل اخذ اخذ مسدس طلع طلع هنانا نزلو ذول الباقين اللي وراه خلي نشوف خلي نشوف خلي نشوف خلي نشوف شون اللي صار زين شوف صار هنانا طلع المسدس صوبه بطلقة ايجا صاحبه يريد ياخذ المسدس منه هذا وقع بعد ما تحمل زين وقع بعد ما تحمل ووراها هذاك عبر الشارع شرد واجا صديقه ساقل سيارة ومشوا ودوا هذا المستشفى بس ما مشوا عني لاحبهم يعني هسا اللي جاي صير ما ادري مجموعة شباب طالعين متونسين بسفرة ما عرف التومين من يا محافظة يعني زين هي الحادثة على طريق اربيل كاركوكي تشي بس يعني ما عرف يعني ما عرف يعني شنو السبب عم زين يكون تصوير كاميرات مراقبة وقفين بتصوير الكاميرا بس يعني شنو السبب اللي يخليك انت تعتدي على صديقك وانتو طالعين بسفرة شنو السبب اللي يخليك تعتدي على شخص ما تعرفه يعني حس أنتو يعني أسدتو تشاقيتو الضاربو عمي عم الضاربو يلا الضاربو والله والله الضاربو بوكسات الضاربو هذا مدافع بس مو مسدس يعني مو مسدس مو يتوصل من الحال الانه واحد يضرب صديقه بمسدس عم يترى والله ما صايرة هاي هاذ عدن هل نشوف التعليقات ماذا كانت حول هذا الموضوع يقول ضرغام منه تحطون السلاح بيد المزعطة هاي النتيجة ايه والله يا اخوي هاي النتيجة ارقم يقول لبالي هس عرفت ليش ما ناخذك ليش ما تاخذون صاحبكم ليش ما تاخذون صاحبكم ها اما ماهر يقول سفرة سعيدة حبايب منيلكم هاي الاواصر القوية ببيناتكم والله اخوي الاواصر ببيناتهم كلش قويا بينه مازن يقول اش حالاتهم نتمنى لهم المزيد من التعلق والوئام باعتبارهم يعني بيناتهم وئاموا هذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو الفيديو اللي بعده هو يعني بسرعة رح يطلع لكم ممكن رح تفتهمون من اول مرة بس انا رح اقعيد لكم اياه يعني زين مخرجنا هو الفيديو يعني ست ثواني اذا اذا انشغله حاليا اه ونشوف يعني مباشرة هو ست ثواني الفيديو فخلي نشوف شوية 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 وياكم شلون اه هذا الفيديو اللي انتشر وشنو السبب زين هسه انتوا عرفتوا هاي طائرة ايدنا الفيديو شوية شوية نسوع الفوق اريدكم انتوا تفسروا لي شنو السبب يعني او شنو الغريب بهذا الفيديو اللي تم التقاطه ست ثواني اتمنى يعني تفسروا لي هسه بينكم بين نفسكم قبل لا احتي يعني حاول تفسر لي هاي شنو هذا المنظر هذا شنو شنو المنظر هذا حاول تقول لي يعني اذا اذا تقدر داتسن هي داتسن هي ويدفعوها ستوتة داتسن تدفعون بيها حتى هي وما ضلت للطيارة معاكو ما ادري باشر يمكن القاها معروضة بالمزاد بالفيس زين طيارة طيارة جديدة كلين شبر بالمروحية شبر زين زين هذا ليش جاي تدفعوها ليش جاي تدفعوها زين ايش عجب انا ادري بيها الهليكوبتر يعني من جو ما بيها تايرات شو غاي بيها تايرات شنو الموضوع يعني ما ادري طوافة ما ادري شنو زين ما ادري شنو يعني هاي يدفعون بيها دفعون بيها طبعا هي هاي الطيارة مثل ما قلت لكم هاي ما يعني شركات النفط استخدمها بالبصرة يعني بس المنظر هس تطلع يجوزي يعني هي تندفع عادي اوكي ما عدنا مشكلة بس المنظر المضحك انهم متقابلين عليها مجموعة من الشباب ويدفعون بيها زين هاي حسن مادري يمكن حسن عنده وحدة نفسها بايحة بالتسعينات بايحة حسن انت اللي عدك كان الباقلايت بيها مشكلة يعني كان الصفرة تشتغل بيها تكسي ايضا ايه مضبوط مضبوط طبعا هو حسن هو المسؤول على الصوت يعني هسه ممكن يقطع صوت وما تسمعوني بعد طبيعي يعني عادي طبعا شفتونتو جاي يدفعون بيها برازيلي يعني هي برازيلي ما عرف يعني خليشو التعليقات ماذا كانت حول هذا الفيديو اللي ايضا انتشر بصورة كبيرة جدا اسعد يقول واشتغلت دفعة لو لا والله اخويا ما ادري اما ليفي يقول شلون بوشوه والله ما ادري شلون بوشوه والله اسئلة مهمني يقول لا ولي قهرك وزارة ما تسوي صيان المعدات الخاصة المملوكة اكيد تندثر وتعطل وتصير وتنذب بالمخازن جو والشمس فارس يقول فيتبوم ويهل فيتبوم مالتها عاطل يعني هي تعرف فيتبوم مالتها عاطل فيتبوم مالتها عاطل انا جعت بالمناسبة من ورا الحشي اللي هوي الحشيته محسن يقول اذا عطفت بالجو شلون يشغلونه بالدعال وشنون محسن اذا عطفت بالجو يمكن توقع الظاهرية يعني توقع ما ما ادري يعني يمكن اذا عطفت بالجو الطيارة يمكن توقع محسن اعتقد يعني اعتقد ما متأكد يعني ما متأكد يعني بس بس اعتقد توقع يعني اذا عطيارة طفت بالجو يعني اعتقد توقع يعني يعني بس بس اذا كان اخر تعليق بخصوص هذا الفيديو اللي ايضا انتشر بصورة كبيرة جدا الفيديو اللي بعده حالة غريبة جدا ما يسويها اي حرامي بالكون اي حرامي ما يسوي هاي اللي سواها هذا الحرامي خلي نشوف الفيديو اللي صار اخذ اخذ يمكن بس على قد اللي جاي عليها يمكن ما ادري يعني امطال الفلوس كنه شمرا قدام اخر شي اخذ اللي راله بس يعني ما ادري يعني شوفوا الفيديو ايا انا ما ادري صار عدي ارور شوف طلع للمسدس قال لان طيني فلوس هدده بالمسدس قال لان طيني فلوس طلع لأول مرة شتين من الثلاث الطا زين رزم طبعا الفيديو بسليمانية بشركة الصرافة احدى شركة خلاهن شوف دقق بهن خلاهن شوف رح يطيمه جموعة شبيرة بعش رح يسوي رح يقسمهم اخذ اخذ خلاهن بالجنطرة عاب ذني هاي شين هاي انت حرام شريف انت حرام مو حرامي انت شنو مو حرامي برنا افتهم شنو السبب اللي خلاك تسوي هذا الشي يعني هو انطاك الفلوس انت تاخذ بس علاقة كفايتك لو شنو تاخذ بس المحتاجين فهمنا هذا هذا الفيديو اللي انتشر بصورة كبيرة جدا في السليمانية في احدى شركات الصرافة خلنشوف التعليقات خلنشوف التعليقات بس ما دره شنو هذا الحرامي من من يامل الطال الفلوس كل هنا اخذ بس على قده وراح شنو هاي ما ادري يعني ما اعرف يقول فريد هذا قنوع القناعة وكنز اللايف عميها قنوع وغير حرامي يقول يا الله تراني محمد يقول يستحرم اخذ على قد حاشته هي يستحرم صح مضبوط يستحرم اخذ بس على قد حاشته هو يستحرم يعني يستحرم يبوك واخذ بس على قد حاشته وراح استحرم استحرم ايه علاء يقول وين الحماية بالباب ما لشركة الصيرفة ليش ما فت شوه واخذ والسلاح قبل لا يدخل للشركة يعني شنو حماية هي شهية شركة يعني وهو يعني ممكن هو محال صيرفة بس كبير في منطقة السليع يعني في محافظة السليمانية يعني عادة طبيعي جدا يعني مشرط انه يخلي له حمايات وشركة وهاي محتاج كلش على قد احتياجه ما اخذ اجوز عنده مريض الله اعلم ما ادري اخر تعليق من ريم تقول لوم تورط ومجبور لوم بوعية ماكو غير تفسير انهم ما عندي غير تفسير مشاهدين الكرام مصلنا الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الوسم حتى التقيكم في الحلقة القادمة نقلكم فيما الله